بعدما بات ضمان الأمن المائي للبلاد من الأولويات الاستراتيجية لسياسة الجهاز التنفيذي وتمهيدا لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المياه وتغطية احتياجات الساكنة من هذه المادة الحيوية التي تشح سنة بعد أخرى إثر التقلبات المناخية وتداعيات الاحتباس الحراري الذي يشهده العالم الجزائر تقدم بشكل رسمي على إنشاء وكالة وطنية لتحلية مياه البحر ما سيمنح البلد أريحية توفير المياه الشروب لأكثر من 45 مليون جزائرية يجب استغلال هذه الفرصة المتاحة للجزائر لإنشاء وحدات لتحلية البحر لاستعمالها في درجة الأولى لاحتياجات الشرب للإنسان ونتمنى الشروع في إنجاز مثل هذه الوحدات في أقرب وقت لأن ظاهرة الجفاف هذه والتأثيرات لإحتباس الحراري ستكون لها نتائج جد سلبية في المستقبل وربما حتى بعض الدول تضطر إلى استيراد المياه إذا موجودة إقدام الجزائر على إنشاء وكالة وطنية تعنى بتحلية مياه البحر وإن كان سيمنح البلد أفضلية توفير مخزونات إضافية من مياه الشرب للساكنة إلا أن استخدام الفائض منها في الري الفلاحي مستقبلا قد يدفع إلى التفكير في إنشاء محطات تحلية مختصة في ذلك إذن يجب إنشاء مثل هذه الوحدات واستغلالها كما قلت في البداية لتلبية حاجيات المواطنين من الشرب ولماذا لا استعمالها في حاجة أخرى وخاصة في لحالي لأن لا يمكن في المستقبل أن نعتمد على سقوط الأمطار يجب أن نعتمد ولو بنسبة معينة من الفلاحة على المياه البحر ورغم أن مخزونات البلاد من المياه الجوفية تفوق الخمسين ألف مليار متر مكعب فيما تتعدى القدرة الإنتاجية للثمانين سدا وطنيا الثمانية مليارات متر مكعب غير أن ضمان الأمن المائي للأجيال القادمة يتطلب استغلال الموارد المائية على طول الشريط السحلي الذي يتجاوز الألفا وستمائة كيلو متر مربع